شوف طاقتك اول شي لهاي الفترة كيف عاملة على شو عم بتركز واو رح يكون في عندك سعادة عاطفية كبيرة فيه كأس حبي كبير رح يتقدم لك إن كان من شخص قديم أو بالنسبة لأشخاص اللي العزاب كمان في حتى اللي عندهم حبيب قديم فيه كأس جديد حب رح يتقدم لك من شخص جديد يمكن يكون معجب له فترة فعم بشوفه كتير مهتم فيك كتير عم برقبك شايفيتك عم تعطيه فرصة هاي الفترة طاقتك عم بتكون مركزة عليه او عم بتفكر فيه اكتر شي خلينا نشوف ازا الفترة هاي شو مخبيت لنا لبرج العقرب برج العقرب كمان تسعبوا الفترة الاخيرة وعانوا من خذلان معين تعبهم شخص في شخص مبين بالورق كتير تعبكم كتير كان ملعب كتير كان آآ آآ آسي بقراراته بي عم بشوف هذا الشخص عم بيلعب بالثلاث ورقات يعني آآ بالفترة الماضية عم بيكون آآ آآ عم بيلعب على اكتر من خط عم بيكون يمكن عنده علاقة ثالثة او آآ موضيع تانية كان داخلي يمكن على على طمع معين شايفيته ما كان صافي بالماضي ولكن آآ آآ بعديها صار في آآ حب عم بشوف هلأ آآ هذا الشخص عم بيرائبك عم بيكون عنده مشاعر قوية جدا ناحيتك ولكن هو خايف آآ منك آآ زي اكنه خلينا نقول آآ آآ هذا الكرت اجا فوق هذا الكرت خايف منك من قرارك من رفضك من آآ انت خلاص صورت حذر منه انت صورت عارفه صورت عارف كيف بيفكر آآ كشفته زي ما بيقوله فآآ آآ عم بيكون شوي خايف منك عم بتطلع من بعيد آآ عم بيرائب الامور لما تهدى شوي كذا عم بيحاول انه آآ يرجع او يرجع الامور آآ زي ما كانت او يطور الامور العاطفية اللي بينك وبينه ممكن يكون هذا الموضوع مش آآ عاطفي ممكن يكون عملي لانها قراءة عامة وازا كانت عاطفية ممكن تكون عكسية انت بتعرفه حبايبي فآآ آآ هذا الشخص عم بيكون كتير بيرائبك من البعيد آآ شاكك انه عندك يمكن آآ حياتك مبسوط كذا آآ ولكن انا بشوفك يعني بشوفك عم تستنى كمان عم تحبه نفس الحب آآ شايف فيه نوع من الكارما او رح يصير آآ بناتكم آآ فيه عدالة موضوع يعني فيه موضوع معين آآ وكأنه هو رح يخسر امور معينة رح يخسر آآ اولي هذا النوع من الججمت اللي ممكن انه يصير رح يكتشف انه انت الخب الوحيد يعني اللي بحياته ممكن كمان هذا الكارت يكون مشروع جديد آآ فكرة جديدة ممكن تتبلور آآ على الصعيد العملي ممكن تكون فرصة عمل جديدة آآ شايفة كمان آآ للناس اللي عم يدرسوا او آآ عم يستنوا منحة وعم يستنوا نتيجة معينة عم بتكون مبهرة آآ الاخبار عم آآ توصلهم وعم يفرحوا فيها كتير في اخبار آآ جدا مفرحة رح توصلك يا برج العقرب آآ على الناحية العاطفية قلنا هذا الشخص آآ يعني من بعد ما كان آآ عم يخفي شغلات من بعد ما كان آآ ملاعب في عنده اطراف في عنده وشغلات آآ بعد الجوجمنت او بعد الكارمة اللي رح تصير عم بيقدم لك عرض عم بيقدم لك آآ حب آآ مشاعر جديدة آآ وعم يكتشف انه انت الوحيد اللي حبيته وانت الوحيد اللي يعني اعطيته يعني حبيته حب غير مشروط خلينا نقول فعم بيكون هذا الشخص آآ رح يلجأ لك بآآ موقف من المواقف آآ انت رح تكون شوي شايف حالك شوي آآ ماخد آآ طرف او جنب آآ ولكن هذا الشخص رح يحتاجك آآ فعلا في موضوع من المواضيع آآ ان كانت معنوية او مادية او ايا كان. الطاقات اللي عم تظهر عندي آآ برج السرطان كتير صار ظاهر هلأ آآ لحد يتلق في الاسد آآ كمان الميزان انا بحس كمان هاد الكرت ميزان بشكل عام الطاقات آآ عم بتكون آآ نارية اكتر شي عم بتكون آآ آآ ترابية وعم بتكون تمان مائية. هذا بشكل عام خلينا نفتح شوي على العاطفة اكتر. شايف في حياة عائلية خاصة للمتزوجين او للمطلقين في رجوع في آآ 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 رجوع للعلاقة للحميمية بناتكم للمشاعر المرهفة اللي كانت موجودة في البداية آآ في حياة أسرية حلوة خاصة للمتزوجين او للمطلقين. شايف في علاقة ثلاثية او عائق في العلاقة عم تودعه. عم تحكي له باي باي. لهذا العلاقة الثلاثية عم آآ عم تمشي من من دربكم بدون ما انتوا يعني بدون ما انت آآ تعمل شي بدون ما انت تنتقم بدون ما انت تعمل شي هي العلاقة الثالثة راح تروح آآ لحالها في سبيلها. شايفيتك كتير نجرحت من هذا الشخص ويعني الطرف الثالث كان يتطلع وهو يمكن كان سبب من اسباب هاي. آآ شايفيتك هاي الفترة عم تستعيد آآ قوتك عم تستعيد آآ نشاطك شايفيتك آآ راجع يعني وكأنك راجع عشر سنين آآ لورا آآ عم تحكم الامور عم بتكون في آآ يعني الامور آآ في ايدك اكتر ما هي في الطرف بايد الطرف الثاني آآ شايفة شايفة في فراشة حب آآ بناتكم متل مسجات آآ امور اخبار عم توصل من الطرف للتاني آآ الشريك شايفيته عم بي بيكون آآ يعني ماسك متل آآ خلينا نقول آآ وردة او شغلة لإلك مخبيها لوقت معين آآ فشايفيتها عم توصلك هون وانت عم بتتفرج عليها وكتير مبسوط آآ شايفة في عندك شوية طاقات سلبية حبيبي موثنتون آآ حسد على الآآ الأغلب آآ فحاول انك تستشفي من هذا الموضوع عم بيأثر شوي على الأمور آآ العاطفية أو اي طاقة سلبية اخرى عادي يعني مش آآ مش شيء معين آآ شايفة في قوة رح تمتلكها في العلاقة ما رح تكون زي بالأديم القوة يعني مع الطرف الآخر رح تتحول او تنقل بالآية والقوة تصير معاك اكتر ورح تحكم الامور بآآ باكتر حكمة ما رح تعطي الطرف الآخر اكبر من حجمه خلاص رح تحجم الامور رح تحجم الاشخاص بشكل عام حتى مش بس بالعلاقة العاطفية شايف لك آآ برج العقرب هاي الفترة عم بحجم الاشخاص اللي حواليه هون في امنية في زرعة انت زرعتها قديما ويعني نسيت موضوعها خلاص يعني ما رح تتحقق وفعلا رح تتحقق في هاي الفترة ان شاء الله آآ ولكن زي اللي انت خلص يعني نفسك طلعت منها او اجت بغير وقتها لكن هي رح تتحقق شوف اذا في تحذيرات معينة لبرج العقرب في ناس عم تطلع عليك في ناس عم تحسدك في ناس عم بتحاول انها تتعطل امورك ان كان في العمل او في العاطفة اتنتين بزبط هدولا مثل الفيران شايف كيف اشكالهم اذا الصورة واضحة مثل الفيران مثل الاشياء الصغيرة هيك اللي بتمشي بتمشي بتحكي حكي بلا معنى بلا يعني مش سادقين اه وبترجع على الجحر تبعها يعني بتتخبى فهي اه بتكون خايفة منك او خايفة منكم اه عوائق هاي ممكن تكون بالعلاقة كمان العاطفية ناس عم يحكوا عليك بطريقة مش حلوة ولكن يعني الفار بيضلوا فار الفيران بيضلهم فيران فعلا اه ما في لهم اي تأثير على الموضوع مخلوقات صغيرة اه ما حدا شايفها اه بتضلها بالجحر تبعها طول الوقت اه خايفة فيعني ما تخاف اه شي بالعكس يعني ورقة حلوة اه بس انهم يعني تكون حذر من هدول الاشخاص ما تطلع اسرارك اه تحجم العالم تحط حدود ما تعطي لهم اهمية ابدا لا بتفكيرك ولا بضغطك ولا حتى بافعالك بيقول لك فيه اجابة لسؤال معين فيه سؤال في بالك وانا للمصيحة اسأل هلا السؤال عشان احكي لك شو الاجابة اللي مكتوبة في الورقة اسأل سؤال اضمر على شي فالاجابة هي نعم فبيقول لك اه اجابة السؤال اللي انت عم تسأل عليه هي نعم هي مثل ترك مثل اللعبة يعني طلعت لك فحلو فما بعرف انت على شو سألت يعني يا الله اعلم ازا شغلة سلبية يعني شغلة ما بتفرح ازا طلع الجواب نعم وازا شغلة ايجابية وطلعت الاجابة نعم فشي حلو ايجابية نكض بكفي مشاعر سلبية بكفي تاخد يمكن أنت من الأشخاص كمان اللي بيشتغلوا أكتر ما هم بيهتموا بالأمور التانية فبيحكي لك ارجع لهواياتك ارجع أركض ألعب اعمل الشغلات اللي بتستمتع فيها ما تكون سوداوي ما تكون متشائم هافن استمتع اطلع انزل اعمل الشغلات اللي بتحبها يعني بكفي حابس حالك بالنسبة للأشخاص اللي حابسين حالهم آآ ما عم يطلعوا عم يكونوا شوي مكتئبين بيقولك تأكد هاي نصائح جاي من الأنمال بيقولك انت طلع لك يعني كل نصيحة بتكون لها علاقة في الحيوان في الأنمال اللي موجود في الصورة فانت اجاك الجمل يعني فالكمل شو عم بيقولك 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 انه انت تأكد وكون على ثقة انك انت بتمتلك جميع المعلومات لحتى يعني او مش ممكن يعني معلومات ممكن انت بتمتلك جميع القدرات لحتى تجتاز الصعوبات او المشاكل او العثرات اللي ممكن تلاقيها